دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي موسكو مجددا إلى إعادة محطة زابوريديا للطاقة النووية المحاصرة فورا إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة وذلك قبل محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش وطلب زيلنسكي الجيش الروسي بالانسحاب من أراضي محطة الطاقة النووية وجميع المناطق المجاورة وسحب معداته العسكرية من المحطة مضيفا أن ديبلوماسيين وعلماء أوكرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملون على إرسال بعثة من الوكالة إلى محطة الطاقة المحاصرة